وهذا بقودنا للشيء الثاني اللي عاوز تتكلمنا فيه الطفرات العشوائية لازم نفهم ايه هي الطفرة الطفرة دي مرات بنفهم انها زقل قدام يقول لك ده حصل الطفرة تقدمنا لا هو الطفرة في الجينات بترجعنا الوراء اللي بيحصل ايه لما الخلية بتيجي تنقسم عشان تعمل خلية زيها بتمشي بنظام دقيق جدا 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 لو حصل ان في لخبطة فيها دي اسمها الطفرة عبارة عن نسموها copying mistake يعني ايه يعني عم بطلع في الكلمة في الانجليزة random mutation وهل كلمة mutation هي بترجم كلمة الطفرة ده اللي بنترجمها في العربي للطفرة اه لكن الميتيشن دي عبارة عن تشوهات عشوائية دي كلمة الأدق تشوهات mutation معناها تشوهات فهي تشوهات وتشوهات بتمشي بطريقة اعتباطية ده بيحصل في جسمنا بطريقة كتير قوي لكن ربنا حط ميكانيزم حط وسيلة لتصليح هذه الأخطاء وهي بتتعمل فاحنا نشكر ربنا انه على الحط جوانا نظام لما تيجي الخلية تنقسم وتعمل حاجة غلط في ميكانيزم تاني يصلحها لو ما تصلحتش ده اللي بيعمل الكانسر مثلا عبارة عن انقسام غير منضبط للخلية تمام وده يعتمد طبعا على حاجات كتيرة لكن التفارات العشوائية دي لا تستطيع انها تضيف معلومات وراثية مفيدة هي بتغير المعلومات اللي موجودة بس دايما للأسوأ تمام ممكن تكون متعدلة لو فيه نظام اللي بيصلح الأخطاء اللي بتتعمل وضحها أكتر شوية دكتور عارف هقولك مثال بسيط يوضحها لو عندك وثيقة صفحة مكتوب عليها كلام وبعدين عملت لها فوتوكوبي فالفوتوكوبي طلعت الكلام من الأخبط شوية تمام دي الطفرة ليه بقى كوبيينج مستيك يعني انت فيها تشوهات تشوهات أو عاهات هي عاهات طبعا هي عاهات عشان كده ربنا حط نظام جوه جسمنا يصلح العاهات دي تمام فببساطة شديدة زي ما بقولك لو بتصور ورقة وبعدين الصورة طلعت أوحش من الأصل ده هو ده الكوبيينج مستيك ولو المستيك دي عمال لو انت خدت الصورة اللي طلعت ضعيفة دي وصورت منها تاني هتبقى أضعف وأضعف وأضعف فإذا بدل ما يتحسن بيرجع لورا بيرجع لورا وللأردى بالزبط كده بالزبط ده تبسيط جدا للموضوع لكن طبعا أي حد عنده أي تفصيلات علمية نحن مستعدين بكل رحابة قلب إن احنا ندرس معاكم التفارات بطريقة علمية منظمة جدا وبدقة ونتكلم عن الميوزس والميتوزس وكل اللي انتو عايزين تسمعوا عنه احنا بنقدم الفكرة العام لكن التفصيلات موجودة وجهزة واللي حب يسأل أهلا بيه والناس اللي متخصصين في الجينات نحب نسمع منهم لأن الموضوعات دي في منتهى الأهمية فالتفارات العشوائية ببساطة عبارة عن يعني حاجة لما بصورها بتطلع أوحش فهي مش بتحسن معايا فعايز أقول التفارات ظاهرة واقعية فنحن نؤمن بالتفارات العشوائية نحن كمؤمنين بالكتاب المقدس نؤمن إن في حاجة اسمها التفارات عشوائية نحن نؤمن بذلك لكن كمان قلت نؤمن بالانتخاب الطبيعي بس مجموعهم ما يعملش ما يعملش النشوء والارتقاء ما دي القضية بقى مجموعهم ما يعملش نكون منتبهين شوي في الكلام لأن الفيسبوك ممكن ياخدوا الجملة لا 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 نحن نؤمن بالانتخاب الطبيعي ونؤمن بالتفارات العشوائية لكن مجموع التفارات العشوائية والانتخاب الطبيعي لا يستطيع أن يفسر الحياة ده بقى القضية الكبيرة زي ما شايفين على الشاشة قدامنا التفارات العشوائية تقلل دائما المعلومات الوراثية ولا تزدها أبدا للمعلومات الجينية الفعالة ممكن تكرر حاجات لما تكرر تطلع نتيجة أسوأ من أنك تاخد كوبي واحدة منها تفصيلات الكلام ده ممتعة جدا في دراسيتها الحقيقة فأنا بس بحط الخطوط العريضة جدا وداخلها اللي عايز استفاضة نحن على استعداد أن نواصل الحديث عايز أحط على الشاشة زي ما أنتوا شايفين دلوقتي صورة إزاي نعمل تفارات في المعمل نحن ممكن نعملها في المعمل عن طريق أن نحن نحط إشعاعات أو نحط مواد كيموية فلو الحشرة دي مثلا ممكن عن طريق الإشعاعات والمواد الكيموية نغير الجناح نخلي الجناح طويل ممكن نخليه صغير ممكن نخليه الوراء دي كلها تفارات بس مجموع القوة بتاعت هذه الحشرة بتقل فأنا لو طولت الجناحات بتاعتها المجموع بتاعها كقوة عشان قدرة أنها تعيش بيقل مش بيزيد فالتفارات بتغير طبعا بتغير وإحنا بنؤمن بذلك لكن التفارات دي مش بتقدر تزيد المعلومات الوراثية الكاملة في واحد عالم كبير كتب كتاب اسمه ليسة بالصدفة اسمه ليس بيتنر وقال لك كل التفارات التي تمت دراستها على مستوى الجزيئات يعني بالميكروسكوب اتضح أنها قللت من المعلومات الجينية وإحنا عشان نزود محتاجين إضافة معلومات جينية تطلع لي الكبد والطلع للطحار والطلع للعظم وهكذا لازم يكون في شفرة في الخلية علشان تطلع هذه الأشياء فالزايجوت ده اللي هو بتكون بتاع الجنين اللي هو من الأب ومن الأم يجتمع وفي كل المعلومات الوراثية حتة الخلية المجتمعة دي اسمها الزايجوت فيها كل المعلومات اللي تطلع لي العينين والقلب والأوعية الدموية والعظام كله ده موجود بس بيطلع بوقت مناسب أثناء الحمل الواتسعة شهور في الإنسان تمام فالطفارات بقى لو حصلت طفرة في الانقسامات دي تعمل مشكلة تطلع طفل مشوه فالطفارات بتشوه لكن مش بتحسن مش هتطلع لي طفل أزكى أو أشطر أو أحسن أو مش مش شطارة فممكن تلاقي مثلا واحد يطلع له صوابع زيادة الصوابع زيادة دي بتضع في الإيد مش بتقويها أنا إيدي ربنا بخلقها على الخمس صوابع دولي لكن لو طلع واحد زيادة وده بيطلع في الطفارات ممكن تلاقي واحد عنده صوابع زيادة في رجلية أو في إيديه عندي صور للكلام ده ده مش بيخلي الرجل أحسن أو الإيد أحسن الكلمة العربية أعنش أعنش دي بقى كلمة كبيرة علي فالعايزة أقوله أن الطفارات آه موجودة لكنها لا تحسن من الكائن الجديد